كما وأصدرت عائلة ألب حسد في مملكة البحرين بياناً أعلنت فيه رفضها التام لأي محاولات للتدخل في الشأن الداخلي البحريني مجددين التأكيد على الوقوف صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله في مواجهة هذه التدخلات وأضاف البيان نعلن موقفنا الوطني تجاه هذه التدخلات المغرضة السافرة في شؤون مملكتنا الغالية مذكرين في الوقت ذاته بأن هذا التدخل السافر في شؤون مملكتنا الغالية يعد إذاءاً ممقوتاً وتعدياً يرفضه كل عطيا في شعب مملكة البحرين رفضاً قاطعاً وأكدت عائلة ألب حسن رفضها الإساءات المتكررة لمملكة البحرين من قناة الجزيرة القطرية وكل من يقف خلفها من مسؤولين وداعمين وممولين في النظام القطري والذي يضرب عرض الحائط بمبادئ حسن الجوار واختتمت عائلة ألب حسن بيانها بتأكيد اعتزازها وفخرها بمملكة البحرين ووحدة قيادتها وشعبها ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لوقف هذه التدخلات السافرة ودعوة كل أطياف المجتمع للوقوف صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة لعاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وتسجيل موقف وطني واحد وواضح يعبره بكل قوة عن الرفض الحاسم والاستنكار الشديد لتلك التدخلات والإساءات المتكررة ترجمة نانسي قنقر